تفعيل إجراءات اللجوء بالمطار مرحبا يسعد أوقات الجميع أصدقائي بس انتم هون معي كثير منيح لهذا اللي بدي أقوله الكلب يعرف كان قبل الأزمة هون باللجوء في هولندا كان الواحد تسلم حاله بالمطار أوكي وخلال أيام أو أقل من شهر يحصل على إقامة الخمس سنين هذا الشي لهو ولكن أنا اليوم كانت عند صديقي في صالون إحلا عنده وكان يخبرني كان عنده زبون صديقه ثاني وخبرته المحامية أنه أبوك عنا بالمطار أبوك موجود بالمطار وقدم لجوء هو جاي طبعا من خارج الاتحاد الأوروبي وعمل مقابلة الأولى بالمطار وما رح يطلب من المطار لحتى يعمل إجراءاته كلها ويحصل على الإقامة نحن فعلنا مرة ثاني الإجراءات اللجوء بالمطار من ثلاثة خمسة من ثلاثة شهر ماي شهر خمسة طبعا هذا الحكي لحتى ما تقولوا إنه صحيح أو مو صحيح هذا الحكي أنا مو من عندي أنا حتى حطكم بالصور الحكي مو من عندي ولا إنه شفت الخبر ولا شيء أنا صديقي عم يخبرني إنه محامية خبرته إنه ثلاثة خمسة رجعوا فعلوا هاي الميزة أو هذا الإجراء بالمطار إذا جاي من خارج الإتحاد الأوروبي بيسلم حاله بالمطار أول ما ينزل بالطيار يسلم حاله مو بعد ما يفوت وخلاص صار بعد ما يختموا له ما رح يستفاد شيء فأول ما تنزل بالمطار أول ما تنزل بالمطار عفواً بتسلم حالك عند أي شرطة ومتقدم لجوء وما تطلع غير حتى يكون حاصل معك الإقامة الخمسة سنين يعني هو هذا الشخص يقول لي خلال خمسة أيام عمل مقابلة الأولى والمقابلة الثانية خلال أيام يعني من هون لعشرين يوم أخذ الإقامة عفواً سوري أنا حبيت بس أخبركم نحطكم بالصورة أنه هيك يعني فأي حدا جاي على مطار أمستردان ترانزيت ولا أي شيء وخارج إتحاد الأوروبي يسلم حاله وإذا كان هالأمر موجود فعلا فتمشي إجراءاته بكل السلاسة وإذا لأ رح يأخذوك على مركز تير أبل الرئيسي لحد يقول لي أنه لأ الحكي مصحيح حكيك مصحيح منهم نجيب الحكي أن هذا حكي من محامية آلة لصديق أنا حبيت بس يعني أعطيكم يعني بادرة أمل شوي أنه ممكن يكونوا مفعلين هذا الشيء مرة تانية أوكي أصدقائي اكتبوا لي شو رأيكم بهذا الموضوع الآن ننتقل إلى موضوع ثانية وأسئلة ثانية في هولندا ترجمة أوراق لم الشمال أصدقائي أنتبهوا كثير منيح لهذه الشغلة ترجمة أوراق لم الشمال إذا لا نفرض أنا بدي ترجمة أوراق لزوجتي أو لحدا الترجمة فقط لزوجتك فقط للي بدك تساويله لم شمال ما بس يترجم أوراق لإلك أوكي؟ إذا بدك ترجم أوراق بدك تساويله لم شمالي لا ترجم أوراق لإلك كمان إذا بدك ترجم إخراج قيد مثلا لا ترجم لإلك إخراج قيد لأن انت هيك هيك نظامي أخذ إقامة شو بدك بالترجمة واتبعتهم؟ فبالترجم فقط لزوجتك فقط لأولادك فقط يلي بدون يجوا على هولندا لم الشمال أوكي أصدقائي أنا حبيت تخبركم ومشان ترجمة الأوراق اسألوا كذا مترجم مو إذا واحد قال لكم حق الوراق 18 يورو أو 15 يورو أو 20 يورو معناتها خلص هذا هو سعر اسألوا غيره ممكن يكون في غيره أرخص أوكي أنا هاي بس أنا حبيت أخبركم وفي هون كمان كمان شغلة كمان جدا مهمة لما تجيكم موافقة الإقامة الخمس سنين أنت لازم تعمل موعد بالإي أن دي لحتى تروح تستلم الإقامة وطبعا بدك تاخد معك هوية السنة مشان ترجعها ويعطوك إقامة الخمس سنين طبعا الكوة بالكامت ممكن يساعدك بهذا الموضوع ويحجزونها لا تنسوا هذا الموضوع لأنه هناك ناس تفكر أنه أنا أخذتها ستجيني لحالة الإقامة لازم تعملوا موعد أصدقائي حسنا؟ الآن هناك خبرين على سريع دبابير خطيرة تنتشر في جميع أنحاء هولندا تقريبا وهي نوع كبير وخطير نسبيا من الدبابير العادية وهلأ موجودة في كل مكان تقريبا في هولندا ولسا ما وصلت لمدينة خرونينجين وفريزلاند وهذا النوع في الدبابير الضار الصراحة هناك خبر كمان أب مدخن يصيب طفله بنزيف دماغي ولد الطفل مبكرا قبل 8 أسابيع من الولادة وضعوا الطفل بحضنة لمدة خمس أسابيع بعدين سمحوا لهم أن يأخذوا على البيت والأب الصراحة بعد 11 يوم أساء للطفل والطفل يصبح معه النزيف بين الجنبين فأصدقائي لهون بيكون نهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفدتوا سمعتوا الفيديو للآخر سمعتوا كل كلمة أنا قلتها الصراحة ليما أحب أنا في الجميع أتمنى تكون كمان هذا الأمور تبع المطار إجراءات المطار رجعت اتفعلت أتمنى أنا هالشي ولكن هذا اللي صار الصراحة وشكرا للكون شكرا لكل المحبين أحبكم كثير إذا أول مرة بتشوفونا لا تنسى تشترك في القناة تفعل زر الجرس سيصلك كل شيء أنا بنزله وإن شاء الله نستمر معكم بنفس المحتوى وتحياتي سعدوا تقوم موسيقى 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 موسيقى